تدريبات كتاب الأضواء على الدرس الأول المرايا أولا تدريبات الكتاب الدرسي رقم 1 أكمل للمبارات الآتية 1- ظاهرة ارتداد الضوء في نفس الوسط عندما يقابل سطحا عكسا تسمى نكاس الضوء 2- النقطة التي تتوسط السطح العكس لمرقاة مكعرة تسمى تحكد بالمرقاة تسمى كتب المرقاة 3- نصف كتر المرقاة المكعرة يساوي نقطة بعدها البقري يساوي ضعف بعدها البقري 4- الصورة التي يمكن استقبالها على حائل تسمى الصورة الحقيقية بينما الصورة التي لا يمكن استقبالها الصورة التقديرية 5- الشعاع الضوء الساقط موازيا للمحور الأصلي لمرقاة مكعرة ينعكس مرا بالبقرة 2- تخير الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية 1- إذا سقط شعاع ضوء بحيث يكون مرا ببورة المرقاة مكعرة فإنه ينعكس موازيا للمحور الأصلي ينعكس على نفسه ينعكس مرا بمركز تقوير صحيح ينعكس موازيا للمحور الأصلي 2- شعاع الضوء سقط على مرقاة مستوية كما فيه الشكل فإنه ينعكس بحيث تكون زاوية النيكاس مساوية طيام دي زاوية مية الأشوع الساقط لكي نجيب زاوية السقوط طبعا دي كلها تسعين درجة أو تسعين نقص ثلاثين يبقى زاوية السقوط ستين والنيكاس أيضا كامل ستين درجة يبقى رقم باية ثلاثة مرقاة مكعرة بعدها البقري عشرين سنتمتر وضع الجسم على بعد خمسين سنتمتر من المرقاة تتكون صورته على بعد طيب المرقاة مكعرة بعد البقري كام؟ عشرين سنتمتر طيب أفهم من كده أن النصف الكتر كام؟ أربعين سنتمتر طيب إيه الجسم فين؟ على بعد خمسين سنتمتر يعني على بعد أكبر من ضعف البقري لما يكون الجسم على بعد أكبر من ضعف البقري يعني على بعد أكبر من مركز الصورة تتكون فين؟ بين البقرة وبين المركز يعني على البعد أكبر من 20 وأقل من كام من 40 سنتي يعني رقم إيه؟ رقم باع أربعة مرآة كورية نصف كترها 60 سنتيمتر يكون بعدها البعري مساويا 60 سنتيمتر 120 سنتيمتر 30 سنتيمتر نصف كتر 60 أعسف على 2 يسوي كام 30 سنتيمتر خمسة عندما يكون الجسم في مركز تكور مرآة مكعرة تتكون له صورة حقية مقلوبة ومساوية إيه؟ صح؟ مساوية للجسم تدريبات الأضواء لكم واحد أكمل العبارات الليئاتية واحد ارتداد الضوء إلى نفس وسط السكوت عندما يقابل صلحا عكسا يعرف بي نقطة بي صح؟ إنكاس الضوء جاس الضوء اتنين من خواص الصورة المتكونة في المرآة المستوية حول شيء بتكون تقديرية ومعتدلة ومساوية للجسم ثلاثة الصورة المتكونة في المرآة نقطة دائما تكون مساوية الجسم لو مساوية يبقى عطول المرآة مين؟ المستوية تبلوكات أصغر من الجسم لمرآة محددة تبلوكات الصورة تقديرية هو مكبرة يبقى مرآة مكعرة أربعة أشواء الضوءي الذي يسكت بزاوية أربعين درجة على مرآة مستوية فإنه يعكس بزاوية صح؟ أربعين درجة لو تسكوت سوي زاوية المنكاين خمسة بعد الجسم على المرآة مستوية نقطة بعد الصورة عنها يساوي بعد الصورة عنها والمستقيم الواصل بين الجسم وصورته يكون نقطة على سطح المرآة يكون عمودي على سطح المرآة ستة إذا كانت الزاوية محصورة بين أشواء الضوء الساقط على مرآة وأشواء الضوء من العكس مية وعشرين درجة لأن زاوية السكوت تساوي يعني على سطح العكس زاوية السكوت والنكاس مع بعض الاتنين مع بعض دا كلها مية وعشرين عشان يجيب زاوية السكوت والنكاس أسامها على اتنين مية وعشرين على اتنين تساوي كم؟ ستين درجة سبعة إذا وقف شخص أمام مرآة مستوية على بعد ثلاث أمتار تكون المسافة بينه وبين صورته في المرآة نقطة متر ستة متر تمانية الجسم طوله خمس سنتيمتر ووضع أمام مرآة مستوية على بعد عشرين سنتيمتر فإن بعد الجسم عن الصورة يعني الجسم ستكون كام؟ يبقى عشرين وعشرين جوه يبقى أربعين سنتيمتر وطول الصورة طبعا الصورة بتكون ايه؟ مستوية للجسم يبقى تكون خمس سنتيمتر نين تخير الإجابة الصحة لكل عبارة من العبارات التالية كم واحد ارتداد الشموع الضوئي إلى نفس الوسط عندما يقابل سطحا عكسا يسمى انكسر الضوء تحلل الضوء انعكاس الضوء انعكاس الضوء انين القطعة الضوئية التي تكون صورة معكوزة الوضع ومساوية للجسم هي المرآة المستوية عدسة محدبة عدسة مكعرة مرآة كرية المرآة المستوية ثلاثة صورة الجسم المتكونة خلف المرآة المستوية تكون دائما تقديرية مكبرة معتدلة تقديرية ممساوية معتدلة حقيقية مصغرة مقلوبة حقيقية مساوية معكوزة صح رقم بان تقديرية ومساوية معتدلة أربعة ساقط الشعاع ضوءي على مرآة المستوية كما فيه الشكل فانه يعنى عكس بحيش تكون زاوية العكاس مساوية أو التسعين نقص ثلاثين يبقى كام ستين درجة خمسة يمثل الشكل نقط مصغر شعاع ضوءي ساقط بزاوية سكوت تساوي صفر طبعا زاوية سكوت تساوي صفر يعني يسقط عمودي يرتد على نفسه ستة فئة الشكل المقابل إذا كانت الزاوية محصورة بين أشواع الضوءي الساقط وسطح المرآة تساوي مئة وثلاثين مئة وثلاثين مئة وثلاثين ناقص مئة وثلاثين تساوي خمسين درجة يبقى زاوية الميل خمسين درجة يمكنك زاوية سكوت تساوي صفر تساوي صفر تساوي صفر يبقى زاوية الميل تساوي طيقة والإنتري تساوي صفر يوم لننمع ثلاثة امام مرآة مستويه على بعد ثلاث امتار تكون المسافة بينه وبين سورته نقط امتار ثلاثة اربعة خمسة ستة طعم بيكون كم ستة عم دقل تسعة اذا كانت زاوية سكوت شعاع ضوئي ستين درجة فان الزاوية محصورة بين الشعاع الساكر والشعاع المناكس يعني الاتنين مع بعض يبقى اتنين في ستين يسوي كم مئة وعشرين درجة يبقى رقم بي عشرة اذا وضع شخص كلم من فيين جايبه الايصر ونظر في مرآة مستوية تظهر صورة الكلم طبعا الصورة بتكون معكوسة يبقى هو هنا في الجانب الايصر يبقى نشوف الجانب مين في الجانب الايمن لان الصورة بتكون ايه معكوس يبقى جهة اليمين لانها ايه معكوس يبقى رقم جيم هدى عشر عندما يسقط شعاع ضوئي عمودي على سطح عكس فان زاوية العكاس تساوي زاوية السكوت تساوي زاوية العكاس تساوي ايه تساوي الصفرة يبقى رقم بي عشر اذا وضع جسم امام مرآة مستوية فان النسبة بين طول الصورة وطول الجسم نقطة الواحد الصحيح طبعا الصورة تكون معتدلة يعني الاثنين قد بعض يعني الاثنين نفس الرقم يبقى يساوي الواحد ايه الصحيح يبقى رقم جيم تلاتة اكتب عن مفهوم العلمي لكل من واحد ارتداد اشعة الضوء الى نفس وسط السكوت عندما تقابل سطح عكسه صحيح انهيكاس الضوء اثنين خط مستقيم بيمثل الاشعة الضوئية السقطة على السطح العكس ويلومسه عند نقطة السكوت الشعاع الضوئي الساقط ثلاثة خط مستقيم بيمثل الاشعة الضوئية المرتدة عن السطح العكس ويلومسه عند نقطة السكوت الشعاع الضوئي المنعكس اربعة الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام من نقطة السكوت على السطح العكس صحيح زاوية السكوت خمسة الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السكوت على السطح العكس زاوية الانعكاس ستة زاوية السكوت الشعاع الضوئي تساوي زاوية انعكاسه القانون الاول الانعكاس الضوء الضوء سبعة الشعاع الضوء الساقط الشعاع الضوء من عكس والعمود المقام من نقطة السكوت على السطح العكس تقع جميعها في مستوى افقي واحد عمودي على السطح العكس صحيح القانون الثاني المنعكاس الضوء ثمانية الصورة التي لا يمكن استبالها لحاجة وتتكون من طلاقي امتدادات الأشعة الضوئية المنعكسة الصورة التقديرية تسعة قطع ضوئية تكون صورة معكوسة الوضع للجسم صحيح المرآة المستوية أربعة ده علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة مع تصويب الخطأ واحد الصورة متكونة بمرآة المستوية صورة حقيقية الصورة متكون تقديرية اثنين عند سكوت شعاع ضوء على المرآة المستوية بالزاوية ثلاثين درجة فإن زاوية انعكاسه تساوي ستين درجة طالما هنا زاوية سكوت ثلاثين يبع انعكاس كام ثلاثين زاوية سكوت تساوي زاوية مين الانعكاس يباري خطأ ثلاثة الصورة الحقية لا يمكن استقبال على حق يباري خطأ الصورة مين التقديرية أربعة إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاعين الساقط ومنعكس ستين فإن زاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والسطح العكس تساوي ستين هذا الزاوية محصورة بين الشعاع الضوء الساقط ومنعكس بكلها ستين يعني زاوية السكوت كام تلاتين ونكاس تلاتين عاوزين نجيل زاوية الميل الشعاع الساقط وزاوية الميل الشعاع ومنعكس يبقى قول تسعين نقص تلاتين يبقى كام ستين درجة يبقى عبارة ايه؟ عبارة صحيحة خمسة عند سكوت شعاع ضوء ايه على سطح عكس بزاوية سفر فان شعاع منعكس يكون عموديا على السطح العكس عبارة صحيحة خمسة ثوب ما تحتوي خط في العبارات الآتين واحد انكسار الضوء هو ارتداد الضوء الى نفس وسط السكوت عندما يقابل سطح العكسك منعكاس الضوء نين نتكون للجسم المضوع من مرآة المستوية صورة حقية مكلوبة مسوية للجسم صورة ايه؟ تقديرية ومعتدلة ثلاثة بعض الجسم عن المرآة المستوية اكبر من طبعا ايه؟ بيساوي بعض الصورة عن المرآة أربعة اذا كانت الزاوية محصورة بين الشعاع السكت والشعاع منعكس مئة واربعين درجة فان زاوية السكوت تساوي أربعين درجة الاثنين مع بعض مئة واربعين فاقول مئة واربعين على اثنين تساوي كام سابعين درجة خمسة الزاقة الشعاع ضوئية على مرآة مسكولة كما فيها الشكل لذا فهو ينعكس بزاوية الانكياس قدرها زاوية سكوت تساوي زاوية الانكياس تساوي كام صفر ستة اذا وقف شخص مئة على بعد اثنين متر مئة مستوية تكون المسافة بين الشخص وصوراتهم يعني اثنين جوه واثنين بره هنا اثنين وهنا كام اثنين يبقى كام اربعة متر انتقل بكل من واحد انعكاس الضوء ارتداد الضوء الى نفس وسط السكوت عندما يقابل سفل العكس ثانين زاوية سكوت الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوء الساكت العمود ومقامى بالنقطة السكوت على سفر العكس ثلاثة زاوية الكاس الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوء המولا عكس وعض arkس من نقطة السقوت على السطح العكس 4. قانون الانكاس الأول في الضوء زوء السكوت تساوي زوء عن الانكاس 5. قانون الانكاس الثاني في الضوء شرق الضوء السكت و شرق الضوء من عكس و العمود المقام من نقطة السكت تقع جمعها في مستح 1 عمود على السطح العكس 6. الصورة التقديرية الصورة التي لا يمكن استقبلها لحاجل 7. من معنى أن زاوية سكوت شعاع ضوئي تساوي 20 درجة أي أن الزاوية محصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطة السكوت على صحي العكس تساوي 20 درجة زاوية نكاس شعاع ضوئي 40 درجة أي أن الزاوية محصورة بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السكوت على صحي العكس تساوي 40 درجة ثلاثة زود سكوت شعاع الضوئي على مرآة مستوية تسوي صفر أي أن شعاع الضوئي سقط عموديا على سطح العاكس ثمانية عل ما يأتي وخام واحد إذا نظرت في المرآة ترى صورة وجهك سبب مين؟ إنعكاس الضوء سبب إيه؟ إنعكاس الضوء ثلاثة أشعاع الضوئي السقط عموديا على مرآة مستوية ينعكس على نفسه لأن كل من زود سكوت والنكاس تسوي صفر ثلاثة تكتب كلمة إسعاف معكوسة على سيارات الإسعاف حتى يراها قائد السيارات مضبوطة فيسرعه بإخلاق الطريق أربعة لا يمكن استقبال السورة المتكونة في مرآة مستوية على حائل لأنها سورة إيه؟ تقديرية تنجم من طلاقي امتدادات الأشعة المنعكسة خمس لا يصدق الكثير من الناس الكتابة بطريقة صحيحة وهم ينظرون إلى الصفحة من خلال مرآة مستوية لأن الصورة تكون معكوسة الوضع تسعة ماذا يحدث عنده؟ واحد سقوط شعاع ضوئي على سطح مرآة مستوية بزاوية 35 درجة سقوط شعاع ضوئي عموديا على سطح مرآة مستوية يعني عكس على نفسه اقتراب جسم من المرآة مستوية بالنسبة لبعض الصورة عن المرآة تقترب الصورة من المرآة بحيث تكون بعض الجسم على المرآة يساوي بعض الصورة عنها عشرة متى يحدث كل منه؟ واحد إنك شعاع ضوئي بزاوية 30 درجة إذا سقط إذا سقط الشعاع الضوئي بزاوية 30 درجة اتنين إنك شعاع ضوئي بزاوية 0 عندما يسكت عموديا على السطح العكس عشرة اكمل مسارات الأشعة الموضحة بالرسم زاوية السكوت 40 يعني عكس بزاوية كام؟ 40 درجة هنا زاوية السكوت 90 نقل 60 30 يعني عكس بالنفس الزاوية 30 درجة زاوية السكوت 0 يعني عكس أيضا نساوي صفر يرتد على نفسه عشرة وضح بالرسم مسار شعاع ضوئي سقط بزاوية 40 درجة على سطح مرآة ومستوي مثل رقم واحد رقم واحد إذا سقط بزاوية 40 يعني عكس بإيه؟ بنفس الزاوية ثانين مسار شعاع ضوئي سقط عموديا على سطح مرآة ومستوي يبقى رقم 3 عموديا ثلاثة اشرح نشاطا توضح به تحقيق قانوني انعكاس الضوء طبعا نشاط طويل وهياخد وقت فممكن ايه؟ نرجع لكتاب أربعة عشر مسائل متنوعة واحد إذا كانت الزاوية محصورة بين أشعاع ضوء الساقط وأشعاع ضوء المنعكس على برقاه مستوية تساوي مية واربعين درجة زاوية السكوت هذا هو شعاع ضوء ساقط ودايم عكس ده كلها مية واربعين يبقى مية واربعين على اثنين تساوي كام سبعين درجة باق الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والسطح العكس اللي هي زاوية المية يبقى تسعين نقل السبعين يساوي كام؟ عشرين درجة يبقى كام عشرين درجة اثنين وقف أحمد على مسافة أربعة متر من مرآة مستوية. نرسمها. هذا مرآة مستوية. وهنا أحمد على بعض كيام أربعة متر. طبعا تكون لصورة داخل المرآة على بعض كيام أربعة متر. طيب ما المسافة بين أحمد وصورته خلف المرآة؟ يعني من هنا لهن. أربعة واربعة كام. يبقى تمانية متر. ب. إذا تحرك أحمد نحو المرآة مسافة واحد متر. سوف يقف هنا. واحد متر. أصبحت المسافة كام لوقتي؟ بقى ثلاثة متر. ستكون صورة على بعض كام بغضة ثلاثة متر. تعال نرى طلب مني. فكام تكون المسافة بين أحمد وصورته الجديدة خلف المرآة؟ ثلاثة وثلاثة كام يبقى ستة متر. خمسة عشر. إلس الأشكال الآتية ثم أجب رقم واحد في الشكل المكواب. ألف. أذكر الرقم الدال على زاوية الإنكاس. رقم اثنين. ب. ملع لقع بين هتين الزاويتين. طبعا زاوية سكوت تساوي زاوية الإنكاس. اثنين احسب قيمة زاوية الإنكاس في كل من الأشكال التالية. تسعين مقصر بين يبقى خمسين درجة. وإنكاس قيمة خمسين درجة. يبقى سكوت خمسين درجة. وإنكاس قيمة خمسين درجة. طيب. الميل هنا تلاتين. تسعين نص تلاتين. يبقى كام ستين درجة. يبقى سكوت ستين. وكمال إنكاس قيمة ستين درجة. زاوية سكوت تساوي زاوية الإنكاس تساوي كام صفر. ثلاثة. فيها الشكل المقابل. سقط شعاع ضوء على مرآة مستوية. ألف. لينعكس عنها نحو مرآة مستوية باق. اوجد زاوية الإنكاس هذا الشعاع على المرآة باق مع رسم المسار الأشعة على المرآة باق. طيب. لدي هنا الميل كام أربعين درجة. يبقى تسعين ناقس أربعين يساوي كام خمسين درجة. وهنا خمسين درجة. طيب. هذا الميل ده يساوي الميل ده يعني ده أربعين. مجموعة زاوية مسلس كام مية وتمانين. طيب. مية وعشرة زايد أربعين يساوي كام مية وخمسين. هو الميل ده يساوي كام؟ مية وتمانين ناقس مية وخمسين. يساوي كام؟ ثلاثين درجة. يبقى للميل دهوت ثلاثين درجة. يبقى نعكس بزاوية كام؟ 90 ناقس ثلاثين يساوي كام؟ ستين درجة six. وهنا خمسين. يبقى ظاوية المعكاس على المرآة باق تساوي كام؟ ستين درجة. اربعة في اشاك المقابل سقط اشواء ضوء على المرآة الف. والعكس على المرآة باق احسب كل من. الف زاوية سكوت اشواء على المرآة الف. الميل تلاتين. يبقى قوة تسعين نقص تلاتين يبقى ده ستين. ودي كام ستين درجة. طيب ده تلاتين. ده كام تلاتين. بتاعنا نشوف زاوية دي. الميل ده تلاتين. يبقى الميل ده كمان تلاتين. مجموز بو مسلس كام? مية وتمانية. تلاتين وتلاتين ستين. يبقى قول مية وتمانين ناقص ستين. تساو كام? مية وعشرين ايه درجة. يبقى زاوية دهية مية وعشرين درجة. يبقى رقم الف زاوية سكوت اشواء على المرآة الف تساو كام ستين درجة. باق زاوية النجاس اشواء على المرآة باق تسعين ناقص تلاتين ستين درجة. ودي كمان ستين ايه درجة. يبقى زوجة نكاس الشعاع على المرآة باقي تسوي 60 درجة الزوجة محصورة بين المرآتين والنكام 120 درجة خمسة انظروا إلى الشكلين مقابلين سوف مؤجب خم ألف أي شكلين يعتبر صحيحاً لتكون صورة الحرف F الصورة الكوم عكوس يعني حرف F اتجاه من روحة مين ناحية اليمين ما الذي يقوم به يجعله ناحية اليساء يبدأ الصورة معكوسة لكن الشكل الثاني عبارة عن صورة مقلوبة نحن لفنا الكتاب ستجدنا الصورة مقلوبة يبقى هنا أي شكلين يعتبر صحيحاً الشكل رقم واحد السبب في خطأ الشكل الآخر هو أن الصورة هنا تكون مقلوبة بأول شيء وكما بعد الجسم عن المرآة لا يساوي بعض الصورة عنها رقم واحد أكمل العبارات الآتية واحد من انواع المراية الكورية نقط ونقط مكعرة ومحدبة ثانية الصورة نقط يمكن استبالها على حقل الصورة الحقيقية بينما الصورة نقط لا يمكن استبالها على حقل التقديرية ثلاثة المرآة محدبة سطحها العاكس جزء من السطح نقط لكرة جوفاء سطح الخارجي بينما المرآة مقعرة سطح العاكس جزء من السطح الداخلي لكرة جوفاء أربعة المحور الثانوي للمرآة وأي خط مستقيم يمر بي نقط يمر مركز تكورها وأي نقط على سطحها خلاف كطبها خمس النقطة التي تدوسط على سطح العاكس للمرآة المكعرة تسمى صح كطب المرآة ستة الصورة المتكونة بوسط مرآة نقط تكون دائما نقط مصغرة يبقى المرآة مين صح المحدبة تكون دائما تقديرية ومصغرة ومعتدلة سبعة يقع مركز تكور مرآة مكعرة نقط على سطح العاكس صح أمامها سطحها العاكس بينما يقع فيها المرآة محدبة خلف سطحها العاكس تمانية نصف كطب تكور المرآة مكعرة يساوي نقط بعدها البؤر ساوي ايه؟ صح ضعف بعدها البؤر تسعة تقع البؤر الأصلية للمرآة الكورية في منتصف المسافة بين نقط ونقط بين ايه؟ مركز تكورها تكور وكطبها عشرة أشوعة الضوية الساوكت مرآة ببؤرة مرآة مكعرة ينعكس نقط ينعكس ايه؟ صح موازيا للمهور الأصلي بينما أشوعة الضوية الساوكت موازية للمحور الأصلي مرآة مكعرة ينعكس ايه؟ مرآة بالبؤرة هداشر الشعاع الضوية الساوكت على مرآة مكعرة مرآة بمركز تكورها ينعكس بزاوية كام؟ صح؟ بزاوية صفر كل من زاوية الساوكت تساوي زاوية نكاس تساوي سفر اثناشر البعد البؤري للمرآة مكعرة يساوي المسافة بين النقط ونقط سابن ايه؟ البؤرة الأصلية وكطبها البؤرة الأصلية وكطبها تلات عشر إذا كان البعد البؤري لمرآة كرية 20 سنتيمتر فإن نصف كطب تكورها يساوي يبقى 20 في 2 يساوي كام؟ 40 سنتيمتر أربع عشر الصورة نقط دائما معتدلة والصورة نقط دائما مقلوبة طبعا الصورة التقديرية دائما معتدلة وهي الصورة الحقيقية دائما مقلوبة الخمستاشر مرآة مكعرة بعدها البؤري 20 سنتيمتر وضع الجسم على بعد 40 سنتيمتر من كطبها تكون له صورة على بعد نقط من كطبها طيب البؤرة بؤري 20 والجسم على بعد 40 يبقى الجسم فين؟ عند المركز فلما الجسم عند المركز هتكون له صورة فين؟ أيضا عند المركز خمست الصورة حقية مقلوبة ومساوية الجسم يعني هتكون على بعد كام؟ 40 سنتيمتر من كطبها يعني المسافة بين الجسم والصورة مفيش مسافة يبقى هنا تسوي صفر المسافة هنا الجسم وهنا الصور تحت منها يبقى ما فيش مسافة عشان دينوته مهمة بدي في متحين هنا مسافة تسوي ايه صفر 16 توضع مرآة نقط في اماكن انتظار السيارات صح مرآة محدبة لتمكن من الاستفاف بينما توضع مرآة نقط في المصابيح الأهمية للسيارات لعكس الضوء مكعرة ثانيا تخير الاجابة الصحيحة لكل عبارة من الابارات التالية واحد استخدام ارشميدس قطعة ضوئية ضخمة لحرك أشرات السفن بالاستعانة بأشعة الشمس فان القطعة الضوئية التي تصلح لذلك هي مرآة محدبة مرآة مستوية مرآة مكعرة عدسة مكعرة صح مرآة مكعرة رقم دين ثانيا تكون نقط دائما صورة تقديرية معتدلة مصغرة للجسم المرآة مستوية المرآة مكعرة المرآة محدبة كل ما سبق المرآة محدبة ثلاثة عندما يكون الجسم في مركز تكور المرآة مكعرة تكون له صورة حقية مقلوبة ومساوية للجسم برقم دين أربعة إذا وضع الجسم على بعد أقل من البعد البؤري المرآة مكعرة تكون له صورة تقديرية معتدلة ومكبرة برقم دين خمس إذا سكت شعاع ضوء بحيث يكون مرآة ببورة المرآة مكعرة فإنه ينعكس إيه؟ صح موازيع للمحور أسنى يبقى رقم إيه؟ رقم بياء ستة يمكن تحديد البعد البور من أولاقة طبعا عندي هنا عين بتساوي إيه؟ نقع على اتنين يعني نصف نص الكتر يعني نصف نصف الكتر يبقى رقم إيه؟ رقم بياء سبعة مرآة كرية نصف كترها ستين سنتمتر يكون بعدها البقري مساويا طيب نصف الكتر ستين يبقى ستين على كام على اتنين يساوي كام تلاتين سنتمتر يبقى رقم جين ثمانية الصورة الحقية دائما مكبرة معتدلة مقلوبة مصغرة دائما الصورة الحقية تكون مقلوبة والتقدارية دائما تكون معتدلة يبقى رقم جينة تسعة يستخدم أطباع الأسنان مرآة نقطة أسنان الكاش في الطب طبعا مرآة مكعرة لتكون صورة مكبرة يبقى رقم بياء عشرة رقم بياء فيها الشكل المقابل تكون زاوية لنكاس للشعاع الضوي الساقط هنا الشعاع يسمّت عمودي يرتد عن نفسه كل من زاوية السكت تساوي زاوية لنكاس تساوي تساوي يبقى عشرة رقم جيمة صف فيها الشكل المقابل يستخدم الشعاع يسكّت المعكس هنا الشعاع يسمّت نعاكس مرّا بالبقر يبقى رقم كام رقم ثلاتة 12 مرآة مكعارة نصف الكتر تكورة 50 سنتيمتر لكي تكون لجسم موضوع أمامها صورة تقديرية معتدلة مكبرة يجب وضع الجسم على بعد عشان تكون صورة تقديرية معتدلة مكبرة الجسم يكون على بعد أقل من البعد البقري طيب نصف الكتر كام؟ 50 يبقى البعد البقري كام؟ 25 سنتيمتر يبقى لازم نكون على بعد أقل من 25 50 25 35 12 سنتيمتر رقم دال بقى 12 سنتيمتر 13 مرآة مكعارة بعدها البقري 20 سنتيمتر وضع الجسم على بعد 50 سنتيمتر من المرآة تكون صورته على بعد طيب البعد البقري 20 يبقى لازم الكتر كام؟ 40 سنتيمتر الجسم على بعد كام؟ 50 يعني على بعد أكبر من المركز لما يكون الجسم على بعد أكبر من المركز كون صورة فين؟ بين البقرة وبين المركز يعني على بعد أكبر من 20 وقال من كام؟ وقال من 40 يبقى رقم كام؟ رقم باقى 14 وضع الجسم طوله 4 سنتيمتر على بعد 8 سنتيمتر من مرآة محددة لا يفرق البعد فإن طول الصورة المتكونة من صورة تقديرية متدلة مصغرة يعني ستكون أقل من كام؟ أقل من 4 سنتيمتر برقم دالة 15 مرآة مكعرة بعدها البوري 8 سنتيمتر وضع الجسم أمام هذه المرآة فتكونت له صورة على بعد 20 سنتيمتر من المرآة فهذا يعني أن الجسم مضوع على بعد طيب البعد البوري 8 يبقى عندي نصف الكتر كام؟ 16 سنتيمتر صورة تكونتها على بعد 20 سنتيمتر يعني على بعد أكبر من المركز عشان تكون صورة على بعد أكبر من المركز تكور لابد أن يكون الجسم بين البورة وبين المركز موجود هنا عشان تكون صورة فين؟ على بعد أكبر من المركز يبقى هنا الجسم على بعد أكبر من 8 و أقل من كام و أقل من 16 و رقم كام؟ رقم جيمة 16 وضع الجسم على بعد 8 سنتيمتر من مرآة مكعرة تكونت له صورة حقية مقلوبة مساوية طلاقة مساوية يبقى عندي المركز فإذا تحرك الجسم 3 سنتيمتر جهة المرآة فتكون له صورة طيب لدينا نصف كتر 8 سنتيمتر الجسم عندما تحرك 3 سنتيمتر يبقى مكانه فين؟ بين البورة وبين المركز يبقى تكون له صورة على بعض أكبر نين من المركز خواص الصورة حقية مقلوبة و مكبرة و رقم ايه؟ رقم بي 3 اكتب المفهوم العلمي لكل من 1 مرايا سطحها العاكس جزء من سطح كرة جوفاء صح؟ المرايا الكرية المرايا الكرية 2 مرآة سطحها العاكس جزء من السطح الداخلي لكرة جوفاء المرآة مكعرة 3 مرآة سطحها العاكس جزء من السطح الخارجي لكرة جوفاء المرآة المحذبة 4 الصورة التي يمكن استقبالها على حائل الصورة الحقيقية 5 صورة تنشأ من طلاقي امتدادات يبقى الصورة مين؟ صح؟ الصورة التقديرية يبقى الصورة التقديرية 6 مركز الكرة التي تعتبر المرآة جزء منها مركز تكاور المرآة 7 نصف كتر الكرة التي تعتبر المرآة جزء منها نصف كتر تكاور المرآة 8 نكتة وهمية تتوسط السطح العاكس للمرآة الكورية كتب المرآة 9 المستقيم المار بمركز تكاور المرآة وكتبها صح نسميه إيه؟ المحور الأصلي للمرآة 10 المستقيم المار بمركز تكاور المرآة وأي نقطة عصدها خلاف كتبها يبقى المحور الثانوي للمرآة 11 نقطة تجمع الأشعة السقطة متوازية وموازية للمحور الأصلي المرآة مكعرة بعدها انعكسها صح البقرة الأصلية للمرآة البقرة الأصلية للمرآة 12 المسافة بين البقرة الأصلية للمرآة وكتبها صح البعد البقري 13 مرآة تكون دائما صورة مصغرة للجسم المرآة محددة 14 مرآة يمكن استخدامها الحصول على صورة تقديرية معتدلة ومكبرة بالنسبة للجسم يبقى المرآة المكعرة 4 ده علامة صح أمام العبارة صحيحة وعلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة مع تسويب الخطأ 1 تسمى مرآة مكعرة بالمرآة مفرقة يبار خطأ مرآة مجمعة أو ممكن أقول مرآة محددة 2 توضع مرآة مكعرة على يمين ويسار السائق يبار خطأ يبار خطأ من مرآة مكعرة عند مركز تكوّرها تكون له صورة طولها 10 سم يبار خطأ تكون حقية مقلوبة بسوية الجسم 5 يستضم طيب الأسنان المرآة محددة أسنان الكشف يبار خطأ مرآة مكعرة 5 سوّب مهدو خط في العبارات الآتية 1. البقرة نقطة وهمية تتوسط الصفح العاكس للمرآة الكورية صح قد بالمرآة 2. الصورة الحقية التي يمكن استبالها على حائل صورة التقديرية 3. توضع مرآة مكعرة على يمين ويسار ساق السيارة مرآة محددة 4. المحور الثانوي للمرآة الكورية هو مستقيم المار مركز تكاور المرآة وكذبها صح المحور الأصل 5. إذا وضع الجسم من مرآة مكعرة عند البقرة تتكون له صورة حقية مقلوبة بسوية الجسم مركز التكاور 6. الصورة الحقية تكون دائما معتدلة 7. نصف كتر تكاور المرآة يساوي نصف البعض البقري يساوي ضعف 2. أشوعة الضوء الساقط مرآة بمركز تكاور المرآة مكعرة يعني عكس مرآة بالبقرة يعني عكس ايه على نفسه كل مين زود سكوت تساوي لانك هاته تساوي صفر 9. عشوعة الضوء الساقط موازية للمحور الأصل المرآة مكعرة يعني عكس مرآة بمركز تكاور المرآة صح يعني عكس مرآة بالبقرة مرآة بالبقرة 10. استدام مرآة محدبة في عمل أفران الشمسية مكعرة 11. المرآة الكرية التي كترها 40 سنتيمتر بعدها البار يساوي 20 سنتيمتر الكتر كله 40 يبقى أول 40 على 4 يساوي كام 10 سنتيمتر 6. ما المكسوب بكل مين 1. المرآة الكرية المرآة سطح على عكس جزء من سطح الكرة جوافية 2. المرآة مكعرة 3. المرآة مكعرة 3. المرآة مكعرة مرآة سطح على عكس جزء من السطح الخارجي لكرة جوافية 4. مركز تكاور المرآة مركز الكرة التي تعتبر المرآة جزء منه 5. نصف كتر تكاور المرآة 6. كتب المرآة 5. نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمرآة الكرية 7. الصورة الحقيقية 8. المحور الأصل للمرآة 8. المستقيم 9. المحور الثانوي للمرآة الكرية 9. المستقيم 10. المرآة بمركز للمرآة وأي نقطة على سطحها خلاف كتبه 10. البقر الأصلية للمرآة 10. البقر الأصلية للمرآة 10. المسافة بين البقر الأصلية للمرآة وكتبها 7. ما معنى أن 1. نصف كتر تكاور مرآة كرية يساوي 10 سنتم أي أن نصف كتر كرة التي تعتبر المرآة جزءا منها يساوي 10 سنتم 2. البقر الأصلية للمرآة مكعرة يساوي 7 سنتم أي أن المسافة بين البقر الأصلية للمرآة وكتبها 7 سنتم 3. المسافة بين البقر الأصلية للمرآة كرية وكتبها يساوي 20 سنتم أي أن صح البعد البقري يساوي 20 سنتم 8. علم يأتي 1. تعرف المرآة مكعرة بالمرآة اللمة لأنها تجمع الأشعة ضوئية المتوازية السقطة عليها بعد أن يكاسب 2. تستضم مرآة مكعرة لتوليد حرارة شديدة لأنها تجمع الأشعة الضوئية بعد سكوتها متوازية في البقرة 3. مولدة حرارة شديدة 3. يمكن حساب البعد البقري للمرآة مكعرة بمعرفة نصف قطر تكورها لأن البعد البقري عين تساوي نصف نصف القطر 4. الشعاع السقط على مرآة كرية مرا بمركز تكور يعني عكس على نفسه لأن كل من زود السكوت تساوي زود نكاس تساوي صفر 5. الصورة المتكونة بالمرآة المحدبة دائما تقديرية لأنها تنشأ من طلاقي امتداد العشعة منعكس 6. تضع مرآة محدبة على يمين ويسار سائق السيارة لأنها تكون صورة تقديرية معتدلة مسغرة لطريق يتم كشف الطريق كاملة من خلفه 7. يوضع مصباح السيارة في بؤرة مرآة مكعرة لكشاف السيارة حتى تنعكس الأشعة الضوئية السكتة من المصباح متوازية إلى ملنهاي 8. يتم إضاءة أكبر مسافة ممكنة 8. المرآة الكورية لها محور أصل واحد وعدد لا نهائي من المحاول الثانوية لأن المستقيم المرآة بمركز تكاور المرآة وأي نقطة على سطحها خلاف كتبها يعتبر محور ثانوي 9. محور أصل واحد لأن لها مركز تكاور واحد وكتب واحد 9. توضع مرآة محدبة في زوايا الطرق الدقيقة لمتابعة حركة السيارات وتجنب الحوادث 9. ما زي هذا العندة؟ 1. سكوت شعاع ضوئي موازية للمحور أصل لمرآة مكعرة 2. سكوت شعاع ضوئي على سطح مرآة مكعرة مرآة ببقراتها يعني عكس موازية للمحور أصل 3. سكوت شعاع ضوئي على سطح مرآة مكعرة مرآة بمركز تكاورها يرتد على نفسه ليه؟ لأن كل من زود السكوت زود من كتب واحد وصفر 4. وضع جسم أمام مرآة محدبة تكون صورة تقديرية ومعتدلة ومصغرة خلف الصلح العجز 5. وضع جسم أمام مرآة مكعرة عند بقراتها لا تتكون صورة 6. وضع جسم أمام مرآة مكعرة على بعد يساوي ضعف البعدها البوري عند المركز 7. تكون صورة عند المركز حقية مقلوبة ومساوي 7. وضع جسم أمام مرآة مكعرة على مسافة أقل من البعد البوري 8. تكون صورة تقديرية ومعتدلة ومكبرة خلف مرآة 8. وضع مرآة مستوية على يسار السائق بدلا من المرآة محدبة 9. لن يتم كشف الطريق كاملا 10. سوف تعطي صورة الجزء صغير من الطريق خلفه 10. متى هيحدث كل منه؟ 1. تكون صورة تقديرية ومصغرة لجسم خلف المرآة 10. تكون صورة أمامه ولا الجسم أمام مرآة محدبة 12. انكه الشعاع الضوئي عن مرآة مكعرة مرآة ببورتها الأصلية 13. اذا سقط الشعاع الضوئي موازيا للمحو الأصل 13. انكه الشعاع الضوئي على نفسه عند سكوته على سطح مرآة مكعرة 14. عندما يمر بمركز التكاور 14. تكون صورة حقيقية لجسم موضوع أمام مرآة عند نفس موضوعه 14. اذا كان الجسم عند مركز التكاور 15. عند مركز التكاور 15. قارن بين كل منه 14. الصورة الحقيقية والصورة التقديرية 15. الصورة الحقيقية يمكن استقبالها على حقيق 16. دائما تكون مقلوبة 16. تندج من طلاقي الأشعة المنعكسة 17. اما التقديرية 17. دائما تكون معتدلة 18. تندج من طلاقي امتداد الأشعة المنعكسة 18. لا يمكن استقبالها على حقيق 19. اثنين 19. والمركز يكون أمام السطح العكس 19. ونوع الصورة التي تكونها تكون أما حقيقة أو تقديرية 20. اما مرآة محدبة مرآة على العكس الجزء من السطح الخارجي لكرة الجوفان 21. مركز التكاورها يقع خلف السطح العكس 21. والصورة تكون صورة تقديرية 22. ثلاثة 23. البورة الأصلية للمرآة مكعرة 24. والبورة الأصلية للمرآة محذبة 24. البورة الأصلية للمرآة مكعرة بتكون بقرة حقية تندق من طلاقي الاشياء المنعكسة ويتقع امام السفحة العاكس اما البرص اصلية المرءة محددة بتكون بقرة تقديرية تكون من طلاقي امتلاية الاشياء المنعكس وتقع خلف السفحة الاربعة المحور الاصلي والمحور الثانوي المرأة الكرية المحور الاصلي المستقيم المnychsey بمركز تكور المرآة و كتبة. المحور الثانوي المستقيم المار بمركز تكاور مرآة واي نقطة على سطحها خلاف كطبها خمس طول الصورة المتكونة لجسم باستخدام مرآة محدبة ومرآة مستوية المرآة محدبة الصورة بتكون اصغر من الجسم اما المرآة مستوية بتكون مساوية للجسم نشر اكمل مسارات الاشعة الموضحة شعاع يسقط موازيا للمحور الاصلي صلوا ايه صحه 지금 عكس مرآة بالبقرة طيب ا Gulchum 게 2 خمس طيب شعاع تكون مرآة بالبقرة صح duas ينعكس موازيا لمحور الاصلي ثلاثة شعاع يمر بمركز بمركز يرتد على نفسه طيب الجسم هنا هين ؟ بين البقرة ومن المركز الشعاع يسقط مزيا صحي المرآة بالبقرة وشعاع مرآة بريد يعكس الموازيا لمحور اصلي. هنا الصورة تكون. خواس الصورة. خواس الصورة تكون ايه? حقية مقلوبة ومكبرة. وضح بالرسم واحد. مسار الاشعة المكونة لصورة جسم. موضوع امام مرآة مكعرة على بعد يتساوي ضعف البعد البقري. يعني على بعد عند المركز. الجسم فين? عند المركز. صورة تكون فين? ايضا عند المركز. شعاع بيسكت موازية للمحور اصلي. يعني عكس مارا بالبقرة. وشعاع مارا بالبقرة يعني عكس موازية للمحور اصلي. نقطة التقاري الشعاعين. هنا عند ايه? عند المركز. خواس الصورة بتكون حقية مقلوبة ومساوية للجسم. اثنين. مسار الاشعة المكونة لصور الجسم. موضوع امام مرآة مكعرة. بين البقرة ومركز تكور. مع ذكر حواس الصورة المتكونة. بين البقرة ومركز. مكون الجسم بين البقرة ومركز. الصورة بتتكون فين? على بعض اكبر من المركز. شعاع بيسكت موازية. يعني عكس مارا بالبقرة. وشعاع مارا بالبقرة يعني عكس موازية للمحور اصلي. هنا الصورة بتتكون هنا. حواس الصورة تكون حقية ومقلوبة ومكبرة. ثلاثة. مسار الاشعة المكونة لصورة جسم. موضوع على بعض اكبر من ضعف البعد البقري. لمرآة مكعرة بعدها البقري خمسة عشرين من الف متر. مع ذكر موضع وخواس الصورة متكون. على بعض اكبر من ضعف البود البقري. يعني بعض اكبر من مركز. شعاع بيسكت موازية للمحور اصلي يعني عكس مارا بالبقرة. وشعاع مارا بالبقرة يعني عكس موازية للمحور اصلي. هنا الصورة تتكون فين? بين البقرة وبين المركز. هواس الصورة حقية. مقلوبة ومصغرة. اربعة. كيفية الحصول على صورة معتدة لها مكبرة بالصدام المرآة الكورية. لما يكون الجسم فين? لما يكون الجسم على بعض اقل من البعد البقري. شعاع بيسكت موازية للمحور اصلي اناكس مارا بالبقرة. شعاع هيمر بيء المركز يرتد على ايه? على نفسه. امتداد الاشعة. صورة تكون فين? خلف المرآة. خواس الصورة تقديرية. معتدلة. ومكبرة. اربعة عشر. اشح نشاطا توضح به. واحد. كيفية تعيين البعد البقري لمرآة مكعرة. موضح ان اجابتك بالرسم. لدوات. مرآة مكعرة حائل وعشرية متري او شرب كياس. ومصدر ضوئي بعيد زي مين? زي الشمس. ضعي مرآة مكعرة في مواجهة الدوء الشمس. حرك الحائل كربا او بعدا من المرآة حتى نحس على اصغر واوضح نقطة مضيئة. باسم مسافة بين القطب المرآة والنقطة المضيئة. فتمثل مين? البعد الباري. اثنين. كيفية تعيين نصف كتر التكور لمرآة مكعرة. الادوات مرآة مكعرة حامل لمرآة ومصدره وسندوق ضوئي بسجب. ثبت المرآة في الحامل ووضعها امام السندوق الضوئي. حرك المرآة كربا او بعدا حتى تتكون صورة للسجب مسوية له وبجواره. قسم مسافة بين المرآة والسجب فتمثل مين? نقطة. نصف كتر التكور لمرآة. خمستاشر مسائل متنوعة. واحد. وضع الجسم على بعد عشرين سنتيمتر. امام مرآة كورية فتكونت له صورة على حائل. وكان طول الصورة مساويا لطول الجسم. ما نوع مرآة؟ طبعا مرآة مكعرة. بقى. احسب البعد الباري لمرآة مكعرة. طيب. عند هنا الجسم الصورة كونت فين? عند المركز. يعني نصف الكتر عشرين بالبعد البور كام اول عشرين على اثنين تساو كام. عشرة سنتيمتر. يبيه 온 8 ١ وضع الجسم على بعد ثلاتين سنتيمتر من مرآة مكعرة. نصف كتر تكورها اربعين سنتيمتر. احساب البعد البوري باربعين على اثنين تساو كام عشرين سنتيمتر. بقى ارسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم. نصف الكتر اربعي. البعد البقري عشرية. الجسم على بعد ثلاثية. يعني الجسم فين? بين البقرة وبين المركز. اه. الجسم بين البقرة وبين المركز. السورة تكون فين? على بعد اكبر من المركز. خواست الصورة حقية مقلوبة ومكبرة. تلاتة. وضعت مرآة مقعرة في مسار ارشعة الشمس. فتكونت صورة حقية مصغرة جدا على بعد اتنين سنتيمتر من سطحها. يعني الصورة تكون عند البقرة. يعني البعد البقري اتنين سنتيمتر. يبقى نق نصف الكتر سو كام اربعة سنتيمتر. استخدمت نفس المرآة حصول على صورة حقية مقلوبة مكبرة لجسم الماء. وضح بالرسم مسار اشعة المكونة للصورة الثانية ما تحديد بعد الجسم على المرآة. طيب. عشان تكون صورة حقية مقلوبة مكبرة. لابد ان يكون الجسم فين? بين البقرة وبين المركز. يعني على بعد اكبر من اتنين واقل من اربعة. الحالة دي. يبقى حقية مقلوبة مكبرة. يبقى بين البقرة وبين المركز. اربعة. وضع الجسم على بعد تمانية سنتيمتر من كطب المرآة. فتكونت له صورة حقية مكبرة. يبقى الجسم فين? الجسم بين البقرة وبين المركز. نتكون صورة حقية مكبرة. يبقى لزم يكون الجسم بين بقرة ومركز. المسافة كام 8 سنتيمتر. وعندما تحرك الجسم مسافة 2 سنتيمتر اخرى مبتلع عن المرآة تكونت لها صورة حقية ومساوية. يا وراء كده اتنين سنتيمتر. يبقى البعض كام 10 سنتيمتر. يبقى الجسم كانه فين شان دي تكون صورة حقية ومساوية عند المركز. ما نوع مرآة طبعا مرآة مكعرة. احسب نصف كتر تكوير مرآة 10 سنتيمتر. جيم. ارسل مسار الاشعة المكونة لصورة الجسم في الحالة الاولى. الجسم بين بقرة ومركز. 16. ادرس الاشكال الاتية ثم اجب. واحد. من الشكل المقابل اكمل الف نصف كتر تكوير مرآة يسوي كام 10 سنتيمتر. هنا الجسم عند المركز يبقى 10 سنتيمتر. البعض البقري يبقى اولى 10 على 2 يسوي كام 5 سنتيمتر. اتنين. من الشكل المقابل. الف. اكمل مسار الاشعة المكونة لصورة الجسم. هنا الجسم فين? بين البقرة وبين المركز. شعاع بيسكف موازيا بمحور اصلي. يعني عاكس مرآة بالبقرة. يكون مسترح يكون افضل. وهي شعاع مرآة بالبقرة يعني عاكس موازيا بمحور اصلي. يعني ومكبرة. تكون حقيقية مقلوبة ومكبرة. ثلاثة في الشكل المقابل. الف. ما نوع المرآة؟ طبعا مرآة مكعر. باق نصف كتر تكون مرآة يسوي كام? عند البقرة بقرة عشر. يكون نصف كتر كام عشرين سنتيمتر. هل بقرة المرآة حقيقية ام تقدرية? ولماذا؟ طبعا بقرة ايه؟ حقيقية. ليه? تندق من طلاقي الاشعة المعكسة. تندق منين طلاقي الاشعة المعكسة. وتكون ايه? امام السطح العكس. سبعتاشر اسئلة ما تنوع. واحد. اكتب علاقة الرضية بين كل من. الف. زود السكوت شعاع ضوئي وزود انعكاسه. طبعا زود سكوت تساوي زود انعكاس. الاتنسة وبعض. باق نصف كتر تكوير امرآة الكورية وبعدها البقاري. نق بتساوي اتنين عين. ضعف البعض البقاري. جيم. بعض الجسم عن المرآة المستوية وبعض صورته عنها بتساوي. بعض الجسم عن المرآة يساوي بعض الصورة عنها. اثنين. متى تكون القيم التالية مساوية للصفرة? الف. زود انعكاس وعيع ضوئي عن السطح العاكس لمرآة مستوية. عندما يسكت ايه? عموديا. باق زود انعكاس وعيع ضوئي عن السطح العاكس لمرآة مكعرة. عندما يمر ايه? بمركز التكوير. ثلاث. حدد موضع الجسم الموضوع امام مرآة مكعرة. حصول على صورة حقية مقلوبة ومكبرة. لما يكون الجسم فين? بين البقرة وبين الماركز. يبقى بين البقرة والماركز. باق تقديرية معتدلة مكبرة. اهو. لما يكون الجسم على بعض اقل من البعد البقري. جيم حقية مقلوبة ومصغرة. هذا حقية مقلوبة ومصغرة. لما يكون الجسم فين? على بعض اكبر من المركز. اكبر من المركز. ده الحقية مقلوبة ومساوية. لما يكون الجسم فين? عند مركز التكوير. اربعة. اذكر اهمية او اصدام كل من. الف المرآة محددة على يسار السائق. بتم كشف الطريق من خلفه. لانها تعطي صورة مصغرة ومعتدلة. با. المرآة مكعرة. تستخدم مرآة مكعرة. رقم واحد. في الكشفات الامية للسيارة. لعكس الضوء. وكشفات الجيب. لعكس الضوء ايضا. وممرات هبوط الطائرات. لارشاد الطائرات. وفنرات البحرية. والافران الشمسية. والكشف عن الاسنان. وسناعة التلسكوبات. جيم. المرآة محدبة. تستخدم على يمين ويسار السائق. وفي اماكن انتظار السيارات. وارصفة السائق الحادية. ومراكز التسوق. خمس. وضع الجسم على بعد عشرين سنتيمتر. من مرآة كورية. الناس في الكودة تكاورها عشرين سنتيمتر. وعندما وزيحت المرآة خمس سنتيمتر. نحو الجسم تكونت للجسم صورة على حاجة. مع نوع مرآة مكعارة. بقى حدد مكان الصورة المتكونة وصفاتها. موضحا بالرسم. طيب. بالحال الاولى كان الجسم فين؟ الجسم كان موضوع عند الماركز. نصف الكتر كام؟ نصف الكتر عشرين سنتيمتر. في البعض البور كام؟ عشر سنتيمتر. المرآة وزيحت خمس سنتيمتر. افهم من كده ايه؟ ان الجسم كانوا فين؟ بين البورة وبين الماركز. هتكامل له صورة فين؟ على بعض اكبر من الماركز. خبز الصورة. حقية مقلوبة ومكبرة. تكون ايه؟ حقية مقلوبة مكبرة. ست. كرة زوجية مجوفة رقيقة سطحها الداخلي عكس. وكترها اتنين واربعين سنتيمتر. تم قاطع جزء مناسب منها على هيئة مرآة. الف. معنوع المرآة متكونة. طبعا مرآة مكعر. احسب البعد الباري لهذه المرآة. يبقسم على اربع اتنين واربعين على اربعة. نسوي كام عشرة ونصف سنتيمتر. جيم. وضح بالرسم فقط صفات السورة المتكونة بوسط هذه المرآة. يعني وضع الجسم على بعد عشر سنتيمتر من كتبها. يعني على بعد اقل من البعد البقري. اهو. اقل من البعد البقري هتكون صورة فين؟ خلف المرآة. تقديرية ومتدلة ومكبرة. اسئلة مهارات تفكير. سؤال اول اختر اجابة صحيحة من بين اجاباتهم اعطاهم. واحد. ابعاد صورة الجسم. المتكونة في مرآة المستوية. دائما نقط ابعاد الجسم. طبعا ايه? بتساوي. اتنين. عند وضع الجسم على بعد عشر سنتيمتر. من مرآة مكعرة. بعدها البقري نقط سنتيمتر. تكون لها صورة حقية مقلوبة ومصغرة. عشان تتكون صورة حقية مقلوبة ومصغرة. لابد ان يكون الجسم فين? على بعد اكبر من? صح? اكبر من المركز. طيب. الوقت الجسم فين? على بعد كام? عشر سنتيمتر. هنجرب كده? يطرق البعد بقر هنا هيبقى اربعة. لو البعد بقر اربعة يبقى نصف الكتر كام? تمانية. والجسم على بعد عشرة يبقى دي الصح. تلاتة. فيه الشكل المقابل. ازا كانت الزاوية المحصورة بين شوعة الضوي السقط. وسطح المرآة مئة وثلاثين. دي. مئة وثلاثين. يبقى الاول نجرب من? الزاوية مكاملة هاي. دي كلها مئة وثمانين. يبقى مئة وثمانين. نقص مئة وثلاثين. يساوه كام? خمسين درجة. يبقى الميل ده كام? خمسين. اقدر اجرب زاوية تسكوت من الكاس. سعين نقص خمسين. يساوه كام? اربعين درجة. فان الزاوية محصورة بين الشوعين الضوئيين الساقط ومنعكس. دي كلها بقى. دي اربعين ودي اربعين. يبقى الاتنين مع بعض كام? تمانين درجة. يبقى رقم ايه? رقم ايه? رقم جيمة. اربعين. في الشكل المقابل سكت شعاع ضوئي على المرآة ايه? بحيث كان موازين لمرآة بي. تتبع مصار الشعاع حتى ينعكس على المرآة بي. وتكون زاوية الانكاس على المرآة بي تساوي ستين تلاتين سفر تسعين. تعال نشوف مع بعض. الزاوية ديت بتساوي الزاوية ديت بالتناظر. تلاتين. طيب. يبقى عندي هنا اقول تسعين نقص تلاتين يبقى كام? يبقى ستين. يبقى عندي هنا زاوية سكوت ستين وكمان عكاس كام ستين درجة. والميل ده كام تلاتين. طيب هنا الشمعبية بيسكت بميل ستين درجة. يبقى ما اقول تسعين ناقص ستين يساوي تلاتين تلاتين证 تلاتين تلاتين. طبعا ده ستين. طيب مجموعة زواية مسلس موجوسة تلاتين وستين تسعين. مئة وتمانين ناقص تسعين تساوي كام تساوي يبقى الزاوية ده هي تسعين. تسعين يعني ايه? يعني قائمة. يبقى يصال له ايه? يرتد على نفسه. يبقى هنا زاوية المع على المرآة بي تساوي كم هنا؟ تساوي تلاتين درجة. هنا كم تلاتين درجة؟ يبقى رقم ايه؟ رقم بي. خمس. اذا وضع الجسم امام مرآة ممستوية فان النسبة بين طول الصورة وطول الجسم. نقطة واحدة صحيح. طبيعا الاتنين متساويين. يبقى تساوي ايه؟ الواحدة الصحيح. يبقى رقم جي. ستة. المرآة التي يستخدمها طبيب الاسنان الموضح بالشكل التالي. طورة. تقديرية مساوية. حقية مكبرة. تقديرية مكبرة. تقديرية مصغرة. طيب تكون ايه؟ تقديرية ومكبرة. رقم ايه؟ رقم جي. سبعة. يستخدم الجهاز الموضح بالشكل في تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة حيارية كهربية نووية ضوئية الى طاقة حيارية. رقم اهل. تمانية اذا وضع الجسم طوله عشرين سنتيمتر على بعد عربين سنتيمتر من مرآة مكعارة. وبعدها الباري عشرين سنتيمتر. يبقى نصف الكتر كام اربعين. يبقى الجسم على البعد كام على بعد يساوي الضعف. يعني عند المركز. هنا الجسم يكون عند المركز الصورة بتكون حقية مقلبة مساوية. هنا النسبة بينها طول الصورة متكونة وطول الجسم. نتقدرnn جسم طوله عشرين والصورة طولها عشرين. يبقى عشرين على عشرين يبقى تساوي ايه؟ الواحد الصحيح. ايه رقم ايه? رقم ايه؟ رقم بق. في ساعة مرآة مكعرة كترها 40 سنتيمتر لكي تتكون لجسم الموضوع أمامها صورة تقديرية مكبرة يجب وضع الجسم على بعد نقط سنتيمتر الكتر كله 40 يبقى 40 على 4 تسوي كام 10 سنتيمتر ده البودر بقري طبع عشان تتكون صورة تقديرية مكبرة يبقى الجسم يكون على بعد أقل من البودر بقري يعني أقل من كام أقل من 10 يبقى رقم إيه؟ رقم دي لا عشرة في أشاك المكابر وضع الجسم أمام مرآة مكعرة في تكون له صورة تقديرية معتدلة مكبرة ما البعد البوري لمرآة المصادمة؟ نسقط شعاع من الجسم موازية للمحور أصلي يبقى شعاع موازية للمحور أصلي يحدث له هذا الشعاع ينعكس مارا بالبقرة امتداد هذا الشعاع يمر برأس الصورة يمر برأس الصورة يبقى شعاع موازية للمحور أصلي يبقى رقم كام؟ 3 يبقى شعاع موازية للمحور أصلي السؤال الثاني إدلس الأشكال الآتية سبما أجب رقم واحد من الشكل المقابل ألف ارسم صورة المثلث ألف بقى جيم طيب سأقولنا إيه؟ بقى الجسم على المرآة يساوي بعد السرعة يعني فوق هنا النقطة ألف على بعد كام؟ 5 سنتيمتر يبقى على بعد 5 سنتيمتر سأضع النقطة ألف هذا النقطة ألف طيب النقطة ألف على بعد كام؟ 2 سنتيمتر يبقى س كده جملة 2 سنتيمتر وضع النقطة ألف بالنقطة ألف ويوصل النقطة ألف بالنقطة ألف بشكل كده وبعدين أوصل ألف بقى جيم يبقى ألف بقى جيم يبقى ديه 5 سنتيمتر وديه كام 2 سنتيمتر بقى ما بعد صورة النقطة بقى عن سطح المرآة من أول بقى عن سطح المرآة دي كام؟ طبعا طولها 5 سنتيمتر يبقى طولها كام؟ 5 سنتيمتر اثنين في أشاك المقابل تتبع مسار أشواء الضوء الساكت على المرآة A بالنسبة للمرآة B وضعها جابتك بالرسم طيب أنا عندي هنا زوية الميل كام؟ ستين درجة يبقى أول تسعين ناقل ستين يبقى كام؟ ثلاثين درجة يبقى السكوت ثلاثين وإن نكاس كام؟ ثلاثين طبعا مفروض بنستدم من أقل يبقى عندي هنا السكوت ثلاثين وإن نكاس كام؟ ثلاثين درجة طيب عندي ستين يعني هنا أشواء هنا منعكس يكون موازيا للمرآة همين بي طلعتها في الشكل المقابل وضع الجسم في منتصف مسافة بين مرآة مكعرة بعدها البقرة عشر سنتيمتر ومرآة مستوي هو في النص بين مرآة مكعرة ومرآة مستوي فتكونت له صورة بواسطة المرآة المستوية على بعد تلاتين سنتيمتر منها يعني هنا الجسم تكون كام على بعد تلاتين سنتيمتر أفهم من كده إيه؟ إن بوض الجسم عن المرآة أيضا تلاتين سنتيمتر ما بوض الجسم عن المرآة يساوي بوض السرعة عنها طيب طالما هنا تلاتين يبقى أيضا بينه وبين المرآة مكعرة تلاتين سنتيمتر البوض البوري كام؟ عشرة ونصف الكتر كام؟ عشري من المركز الجسم فين؟ على بعضه أكبر من المركز لما تكون على بعضه أكبر من المركز الصور تكون فين؟ لكن خواس الصورة تكون حقية مقلوبة ومصغرة كام ألف أرسل مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم بين المرآة المكعرة شوعة يسكت الموازية المحور الأصلي يعني عاكس مرة بالبقرة وأشعة مرة بالبقرة يعني عاكس الموازية المحور الأصلي كيف هي الصورة الكوينة؟ بين البقرة ومين؟ وبين المركز حد البوضي الجسم على المرآة مكعرة 30 سنتيمتر جيم أسكت خواس الصورة المتكونة للجسم بوسطة المرآة المستوية تكون تقديرية ومعتدلة ومساوية للجسم أربعة في أشكل مقابل سقط أشعاع ضوء على المرآة ألف تتبع مصار أشعاع ضوء حتى نعكس على المرآة جيم الميل عندي هنا كام 30 يبقى قول 90 ناقص 30 يساوي كام 60 درجة يبقى سقوط 60 ونجاز كام 60 الميل ده يساوي الميل ده 30 طيب مجموعة زوى المثلس 180 30 يبقى اللي بقى لهم كام صحيح يبقى اللي بقى لهم 60 طيب عندي هنا ميل 60 يبقى يحصل ايه يعني عاكس يبقى قول 90 ناقص 60 يبقى كام 30 30 ودي كام 30 طيب ده 60 الميل طيب ده يت تمانين ده كام تمانين اقول 180 ناقص 80 يساوي كام 100 يبقى دهية 100 طيب مية زائد ستين اللي ده يت مية وستين يبقى الزوى اللي بقى لهم كام اقول 180 ناقص 160 يساوي كام صحيح يساوي 20 درجة يبقى الميل ده هوت 20 درجة يبقى قول 90 ناقص 20 يساوي كام يساوي 70 درجة يبقى عندي هنا السكوت 70 وكمان انكاس كام والانكاس 70 طيب عندي كام 20 يبقى احسب زاوية انكاس اشواء على المرآة جيم يبقى ساوي كام 70 درجة اختبر نفسك واحد تخير اجابة صحيحة من بين الاقواس واحد اذا كانت الزوى محصورة بين السطح العكس لمرآة مستوية والشعاع منعكس تساوي مية واربعين درجة فان زاوية السكوت تساوي طيب تعال نشوف مع بعض هذا السطح العكس وهذا الشعاع المنعكس دي كلها مية واربعين طيب نجيد الزوى مكملة يبقى قول مية وتمانين ناقص مية واربعين يساوي كام اربعين درجة زاوية مية للشعاع منعكس اربعين يبقى قول تسعين ناقص اربعين يساوي كام خمسين درجة اذا زاوية السكوت تساوي زاوية الانكاس ساوي كام خمسين درجة اثنين الشعاع الضوئي الساقط موازية للمحور الاصلي لمرآة مكعرة يعني عكس ايه مرآة بالبقر ثلاثة الصورة الحقية دائما تكون مكبرة مصغرة معتدلة مكلوبة لم يكون ايه صح مكلوبة اربعين الصورة المتكونة لجسم بوسط المرآة محدبة تكون تقديرية مصغرة تقديرية مكبرة حقية مصغرة حقية مكبرة تقديرية ومصغرة اثنين صوب ملحة والخط في العبارات الاثنين واحد المسافة بين الجسم وصورته في المرآة المستوية نصف المسافة بين الجسم والمرآة طبعا ايه صح ضعف تكون ايه ضعف وقالين ايه المسافة بين الجسم والصورة اذا المرآة هنا الجسم وهنا الصورة المسافة من هنا الهنا لقد ايه ضعف المسافة بين الجسم والمرآة وكمان ضعف المسافة بين الصورة والمرقاة اثنين مرقاة مكعرة نصف كدر تكورها 16 سنتيمتر يكون بعدها البقري 32 سنتيمتر اقول 16 على 2 يستوي كان 8 سنتيمتر ثلاث توضع مرقاة مستوية على ارصفة السكحة طبعا مرقاة مين صح محدبة ما معنى قولنا ان البعد البقري المرقاة مكعرة يساوي 4 سنتيمتر اي ان المسافة بين البقر الاصلية للمرقاة وكطبها يساوي 4 سنتيمتر ثلاث اكمل عبرات الاتية الصورة المتكونة لجسم بواسطة المرقاة مستوية تكون نقطة معكوسة تكون ايه صح تقديرية ومعتدلة ومعتدلة ومسوية للجسم في الحجم اين نعضي وضع الجسم طوله 15 سنتيمتر على بعد 6 سنتيمتر امام مرقاة مكعرة بعدها البقري 3 سنتيمتر اذا الجسم فين عند المركز تكون له صورة على بعد نقط سنتيمتر على بعد كام صح 6 سنتيمتر ويكون طول الصورة ايضا 15 سنتيمتر 3 المرقاة الكورية التي تصلح في عمل افران الشمسية لطهي الطعام هي صح المرقاة المكعرة 4 الصورة التي يمكن استقبلها على حق التي تسمى الصورة الحقيقية 4 انظر الى الشكلين التاليين ثم اجب عن المطلوب اسفل كل منهم زودة انيكاس اشعاع الضوئي طعم بتساوي تساوي السفر اكبر مصار اشعاع الضوئية ثم اسكر هواس الصورة متكونة هنا الجسم فين بين البورة وبين المركز شعاع بيسكت موزيا المحور الاصلي حسن له ايه يعني عاكس مرا بالبورة وعش هواع مرا بالبورة يعني عاكس موزيا المحور الاصلي هنا الصورة تكون هواس الصورة تكون حقية ومقلوبة ومكبرة